الجزء ده الحقيقة كان مهم جدا في كلمة الرئيس لأن وضع أديني على الجرح هو تحديدا في النص اللي قاله الرئيس لم يعد مقبول غض الطرف من المجتمع الدولي عن الدول وعن السياسات اللي بتقوم بها بعض الدول عشان توفر الدعم للإرهابيين والملازل آمن والغطاء سواء كان سياسي سواء كان إعلامي سواء كان عسكري وحتى تم التطرق لهذا الأمر أو يعني على سبيل المثال ما حدث في ليبيا وقبلها في سوريا الرئيس الحقيقة في هذه الجزئية طالب المجتمع الدولي هو يقوم بواجباته وينفذ القرارات الأممية عشان ينقذ السلم والأمن الدولي من هذه القوى للأسف لها غطاء سياسي لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب والتي توفر الإطار القانون اللازم للتصدي لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول وتظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية ومن المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملازل الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها ويمتد حرس مصر على إرساء السلم والأمن الدوليين ليشمل تجنيب الشعوب وإلات النزاعات المسلحة من خلال إطلاق عمليات سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات التي تضمناتها قرارات مجلس الأمن ذات السنة ترجمة نانسي قنقر